السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 15 من الفصل الرابع هنتكلم عن هيمو رازاري رولز اللي هي بتحكم أو بتوفي في عملية السبستيوشنال سولستيوشن اللي بيحصل بين اثنين متلز لما كن بعمل منهم اللوي أول شيء قلنا في هيمو رازاري رولز إنه size difference between atoms of solute and the atom of solvent must be أو should be less than 15% لازم يكون العلاقة ما بين المادتين اللي هيدوبوا ببعض اللي هو solvente والsolute يكون الفرق في size أقل من 15% لأن لو زاد عن كده ممكن ما تحصلش عملية السبستيوشنال وبالتالي يحصل انترستيشيل أو ما شابه طيب الحاجة التانية زي الاكترونيجاتيبتي difference between methods should be small لأن هنا لازم قابلية الكهربية أو السالبية الكهربية وهي بمفارج كارك بيها مرة تانية اللي هي قابلية الزر الاكتساب الالكترونات لازم يكونوا الاثنين الفرق بينهم بسيط جدا ليه؟ لأن ما نفعش أعمل سبيكة بين مادتين واحدة عندها قابلية عالية جدا للالكترونيجاتيبتي والتانية عندها قابلية أقل فلازم يكونوا قريبين من بعض والفرق بينهم بسيط رقم ثلاثة لازم الفيلانس بين السوليد والسولفنت يكون الفرق بينهم بسيط قوي ليه؟ لأن يعني بيقول لك لو أنه عندي معدن العملية الزوبانية بتاعت المعدن اللي هو الهير فيلانس في السولفنت هو الهير فيلانس بيكون مقارنة كبيرة جدا بينه لو كان العكس يعني مثلا عندي الزينك is much more soluble in cover بينما الكبر than the cover in zinc يعني عندي أن الزينك عنده قابلية عالية أن يدوف في الكبر لكن الكبر يعني على عكس الكبر أن يدوف في الزينك فده بيقول أن لو كان الفيلانس بينهم قريب كان ممكن العملية تكون تعمل أخسن من كده في عملية السولوبيلت تعالوا نشوف رقم 4 بيقول لك يعني هنا بيقول أن المادتين الاثنين معدن نعمل بينهم solid solution يصح يكونوا الاثنين نفس الكريستالي structure ليه نفس الكريستالي structure عشان نحصل على دوابان كامل لأن ما ينفعش يكون عندي مادة الكريستالي structure بتاع FZC ومادة أخرى الكريستالي structure بتاع BZC وعمز أعمل بينهم سبيكة لأن على قد ما يكونوا الاثنين نفس الكريستالي structure يبقى يحصل نوع من أنواع الـ وبالتالي يدي solid solution له خواص وخصائص أحسن شكرا